أكد وزير خارجية النرويج أسبين بارث أدي أنه في حال إصدار المحكمة الجنائية الدولية مذكرة اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيمين نتنياهو فإن أصله ملتزمة بإلقاء القبض عليه إذا زارها وأضح وزير خارجية النرويج أن المحكمة هي من تقرر إصدار مذكرة الاعتقال وفي حال صدور قرار باعتقال رئيس الوزراء الإسرائيلي فإن كل الدول الموقعة على نظام روم الأساسي المنشأ للمحكمة عليها أن تستجيب لذلك